تددعت تشكيلة الحكومية الجديدة أمام ضرابات عديدة من القريب والبعيد فهناك من يصارع خصمه على وزارة هنا أو هيئة هناك ويوجد أيضا من يترقب إقالة وزراء صوت عليهم البرلمان بشق الأنفس يحوم الشك حول اليقين بإمكانية مجلس النواب تمرير الوزارات المتبقية بحكومة عادل عبد المهدي في جلسة الثلاثاء بالنظر إلى تمسك جميع الأطراف بمرشحهم واستمرار دوران عبد المهدي بحلقة مفرغة فلا هو قدم مرشحين جددا ولا هو مرر الأقدمين تحالف البناء أصر على مرشحه لحقيبة الداخلية فالح الفياض مقابل رفض متواصل من تحالف الإصلاح للرجل ولا يبدو أن للتحالفين من اسميه ما نصيب النائب عن البناء حنين القدو قال إن التحالف لم يتوصل حتى الآن لمرشح بديل عن الفياض كما لم تفلح الحوارات والاجتماعات الليلية بإيجاد شخصية أخرى لشغل المنصب لافتا إلى طرح اسم وزير الداخلية السابق والقياد بميليشيا بدر قاسم الأعرجي كبديل إلا أنه لم يلقى ترحيبا من باقي الكتل من جهته أكد عضو تحالف سائرون وليد النجار أن نواب تحالفه يرفضون التصويت على الفياض أو أي مرشح آخر لم تتم الموافق عليه خلال جلسات البرلمانية السابقة وبناء على ما سبق فإن رئيس الحكومة قد يلجأ إلى تعين وزيري دفاع وداخلية بالوكالة بحسب النائبة عن تحالف النصر ندى جودة التي أكدت غياب أي اتفاق سياسي لتمرير الوزراء الأمنيين بل حتى وزارة العدل يحتدم الصراع على حقيبتها بين الحزبين الكرديين صراع الساسة لم يقف عند الوزارات الشاغرة فحسب بل انتقل إلى التشكيلة الوزارية الممررة فأربع وزراء من حكومة عبد المهدي تترصدهم الإقالة بتهم الفساد والإرهاب وإجراءات ما تسمى هيئة المساءلة والعدالة وإذ تتفاقم أزمة إكمال التشكيلة الحكومية لترتبط مع أزمات أخرى سبقتها فإنها تكشف بحسب مراقبين جزءا بسيطا من نظام سياسي معتل جاء مع الاحتلال ويقول التاريخ إنه سيرحل معه إذا توحدت جهود أبناء الوطن المحتل